السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة من قناة ام محمد هنعمل مع بعض ان شاء الله. طريقة عمل بازبوسة بطريقة سهلة جدا ومبسطة. اول حاجة النهاردة هتبقى معانا آآ تلات كبيات من دقيق البازبوسة. ومعانا كمان كباية الا رابع من اللبن او الحليب. وكباية الا رابع من السكر. وكباية الا رابع كمان من السمنة. ونص كباية جوست الهند. النعمة طبعا. آآ طبعا آآ دي تلات كبيات من الديق. والكباية الا رابع هي هي نفس الكباية اللي بنعير بها السمنة والسكر. آآ ومعانا كمان بيكون بودر وبانيليا. اول حاجة ان شاء الله هنعملها مع بعض دلوقتي. هنحط البيكون بودر والبانيليا على دقيق البازبوسة. وهنقلبه كويس جدا. آآ طبعا احنا هنقلبه عشان آآ كله يتجنس كله مع بعضه بالشكل ده. وهنضيف كمان الوقتي جوست الهند بتاعتنا هي. آآ طبعا هي نعمة ما هيش الخشنة. آآ هي لو معاك خشنة ممكن تضربها في الخلاط او في الكب بتاعتي بكت نعمها شوية. وهنقلب الخلط ده كله مع بعضه لغاية ما كله يدخل آآ بعضه كده. هنسيبه بقى على جنب. وهنقول آآ وتعالوا بقى هنشوف هنعمل ايه تاني مع بعضنا. آآ الوقتي احنا هنجهز آآ السكر بتاع الشربات او الشربات بتاعنا. هنجيب طبعا الحلة بتاعتنا هي دفعه كبايتين من السكر. آآ هنجيب لهم كوباية ونص من المياه. انا اول كوباية هي وهنضيف كمان نص كوباية هيبقى كوبايتين سكر وكوباية ونص من المياه وهنحطهم الوقت على النار. قبل ما نشتغل في البسبوسة طبعا. طبعا احنا نسيبهم على النار لغاية آآ لمدة خمس دقايق وبعدان هنعصر لهم عصرة نص لامونة. لغاية ما الشربات بتاعنا يستوى. آآ طبعا السامنة بتاعتنا انا بسياحها عشان اخد منها نص كوباية او كوباية الا رابع اللي هي السامنة بتاعتنا. اول بس ما هي تفكي معنا كده. آآ هاخد منها كوباية الا رابع. هي هي نفس الكوباية. يعني معيار يبقى كوباية واحدة عندك تبقى معيار المكونات بتاعتنا كلها. كوباية الا رابع من السامنة. هنضيفها دلوقتي في حلة تانية هي. نزلنا الكوباية الا رابع سامنة. وهنضيف عليها اللبن. وهنضيف عليها السكر وهنرجحهم تاني على النار. هنضيف طبعا ده السكر هوت. وهنضيف كمان اللبن بتاعنا. هنقلب طبعا ده كله مع بعضه كويس كده وبعدين هنطلع على النار لغاية ما يسخن. وهقول لكم هنعمل ايه الخطوة الجاي. طبعا احنا رفعناه على النار هوت. آآ هنقلب نقلب فيه لغاية بس ما يسخن آآ ويانة. آآ يعني ما يغليش. آآ مجرد بس ما هو يسخن بس. آآ بعد ما هو يسخن طبعا هقول لكم احنا هنعمل ايه? الوقتي هوت احنا سخنناها كويس. اللبن والسكر وهنقلب بقى لغاية ما السكر بتاعنا يدوب نهائيا ما يبقاش فيه اثر خالص آآ للسكر. هنضيف آآ السمنة والسكر واللبن. هنضيفهم بعد كده على الخليط او على البسبوسة بتاعنا. اهو. ونسيت اقول لكم كمان احنا معنا معلقتين عسل ابيض. هنضيفهم كمان على الخليط ده. طبعا احنا هنجيب معلقتين عسل من الابيض. ده عسل ابيض طبيعي. من المنحة اللي بتاعنا طبعا. ادي اول معلقة. واده المعلقة التانية هي. طبعا هنقلب بقى الخليط كله كويس جدا. لغاية ما يتجنس كله مع بعض والضيئ بتاعنا آآ يتشرب السائل بتاعنا ده. احنا ما بنعجنش احنا بنقلب بس. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا اللي هي بتاعت الفرن اللي هندخل فيها البسبوسة طبعا الفرن. آآ ادد آآ العجنة بتاعتنا بتاعت بالشكل ده. بتبقى يعني لا هيش ماسكة قوي ولا مرأة قوي. ودي الصينية طبعا ده هنتهى من الطحينة. وهننزل طبعا بالعجنة بتاعت البسبوسة بتاعتنا هي بالشكل ده. وهنفردها نخلها متساوية كده. وبعد كده هنبل ايدك مية. وآآ طبعا انت بتخبطها عشان تبقى كلها زي بعضها في الصينية. آآ الوقت بقى هابلي ايد مية بالشكل ده. وواحدة واحدة كده. يعني يعني ماشي كده يعني مش آآ مش ضغطة قوية. آآ هنبل ايدنا مية كده بس. وآآ وهنسوي بس الصينية بتاعتنا. بعد ما هنسويها بقى. هقول لكم احنا هنعمل ايه تاني. بقى بالشكل ده. طبعا هنجيب السكينة بتاعتنا. وآآ هنعمل ايه اشكال فيها كده هنقطعها بس تقطعها خفيفة كده. واي اي مكسرات عندك موجودة في البيت اي نوع مكسرات آآ هنزوق الوش بتاعتها. هنجيب بقى بعد ما نخلص تقطعها كده بالشكل ده. هنجيب المكسرات بتاعتنا وهنزوق بها الوش بتاعتنا قبل ما ندخلها الفرن. وطبعا الفرن بتاعتنا كالعادة لازم ان يكون سخنة قبل قبل ما ندخلها قبل ندخل الصينية بتاعتنا جواه. اهي. طبعا انت بتقطع الشكل اللي انت آآ عاوزاه او اللي انت حباه. بالشكل ده. الطرقة ديت سهلة جدا جدا. وبتطلع لك البسبوسة جميلة جدا. وطعمها هايل. احنا خلاص كده قطعناها قوت. هنجيب بقى المكسرات بتاعتنا. هنبدأ بقى نرس كده المكسرات بتاعتنا على المربعات اللي احنا عملناها ديت. وهندخلها بقى الفرن. وطبعا ها قعدت حوالي نصف ساعة في الفرن. وبعد نصف ساعة خرجت وبعد بالشكل ده. طبعا الوقت هنضيف لها الشربات اللي احنا عملناها معاكم. هنصب عليها الشربات. وهنسيبها كمان لمدة نصف ساعة لغاية ما هي تشرب او خالص كده مع بعدها. وتبرد. وبعدين هنقطحها مع بعض ووركم اه الشكل النهائي بتاعها. وطبعا احنا هنسيبها طبعا من ساعة. لغاية ما تشرب الشربات بتاعها كله. وتترويانة شوية. وبعد كده هوريكم اه احنا هنقطحها ونطلحها ازاي? الوقت بعد ما عد عليها هوا تساعة. هنبدأ الوقت نقطحها وطلعكم كتعة منها قدامكم اهو. هنقول بسم الله. اه طلعة جميلة جدا ونفرولة. اه بقى الفة هنا يا رب. اه يا رب يعجبكم الفيديو بتاعنا النهاردة. ودي كانت طريقة عمل البسبوسة بتاعتنا النهاردة. دي طريقتي. يا رب بتعجبكم الطريقة. وانعجبكم بقى الفيديو. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.